اهلا بكم انا مهند والنهاردة هنتكلم عن ابرز المنتجات والتكنولوجيا اللي اعلن عنها في مؤتمر سي اس 2020 سي اس ده الكونسيومر الكترونيك شوه وده مؤتمر الشركات بتعلن عن المنتجات اللي هتنزلها في السوق او منتجات بتبع مجرد كونسبت مش شرط انها تكون في السوق لكن ممكن تبع موجودة في المستقبل اول حاجة نتكلم عن سامسونج سامسونج عملت مساعد شخصي هو عبارة عن روبوت في حجم كورة اكبر من شوية من كورة التنس المساعد ده ممكن يساعدك في اي حاجة في البيت من اول ان هو ييجي صحيك في معادل الالارم ويفتح لك الستير ممكن يصورك وانت بتتمرن في البيت ويوريلك شكلك عامل ازاي في التلفزيون عشان تعرف انت بتتمرن صح ولا لا وممكن يشغل التلفزيون للكلبي بتاعك مثلا لو انت مش موجود في البيت وهو يريك ايه اللي بيحصل في البيت على تلفونة تاني حاجة سامسونج قدمتها هو نظام ترينيج سيستم اسمه جيمس هو عبارة عن نضارة بتبقى لابسها نضارة في ريالتي وشورت اكسو سكليتن بتبقى لابسه من النضارة دي بتشوف مدارب قدامك بيديك التمارين اللي بتعملها وهو بيقدر يحدد انت بتعملها صح ولا لا من الشورت اللي انت لابسه وطبعا نظام ده بيبقى مربوط بالاجهزة الالكترونية اللي عندك في البيت عن طريق بيكس بي الاي اي اسيستنت بتاع سامسونج يعني مثلا اول ما تخلص تمرين التلاجة بتقترح عليك مثلا وجبات صحية متكاملة تكلها بعد التمرين بناءا عن المكونات اللي موجودة عندك قريدي في التلاجة وبتقدر تديك لستم من الوجبات الصحية او الوجبات عمتا اللي ممكن تكلها طول الاسبوع ولو في اي حاجة من المكونات بتاعت الوجبات دي نقصد عندك هي بتطلبها اونلاين وبتجيلك لحد البيت وطبعا سامسونج قدمت تلفزيونات اول تلفزيون نهاية اعلنت عنه هو السيرو تيفي وده تلفزيون بيلف بيباب الطول او بالعرض عشان لما تجي تتفرج على فيديوهات اللي بتبقى مصورة بالطول زي في انستجرام او تيك توك تقدر تتفرج عليه في الشاشة الكاملة مش جزء صغير من الشاشة تاني تلفزيون سامسونج قدمته هو The Wall تلفزيون حجمه 292 انش وده اكبر تلفزيون موجود بتكنولوجيا المايكرو LED وبما اننا بنتكلم عن التلفزيونات الغريبة فتعالوا نتكلم عن LG LG سنة الفاتت كانت اعلنت عن تلفزيون الروليبل تيفي وهو تلفزيون موجود جوا بوكس مستطيل التلفزيون ملفوف جواه وبيطلع على حسب الحجم اللي انت تبقى عايزه السنة دي LG نزلت تلفزيون زي روليبل تيفي بس بيبقى متعلق في السقف وتلفزيون بينزل منه لتحت تاني حاجة LG اعلنت عن مجموعة من التلفزيونات بتكنولوجيا الريل ايت كي والتلفزيونات دي هيكون فيها تكنولوجيا الالجي ثينك كيو اي 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 ودي تكنولوجيا بتخليك تتحكم في الاجهزة بتاعت البيت وغير كده LG اعلنت عن مجموعة من الاجهزة المنزلية الزكية زي تلاجة بتخبط عليها توريك اللي جواها وزي بتجهاز بتخبط على ازاز الفرن بتاعه بيوريك الحاجة اللي جواه استويت ولا لا وكمان LG عملت مرايئة زكية مرايئة بتعمل لجسمك 3D سكان وبتعملك افاتار بيبقى قدامك وبتقدر تعمل من خلاله شوپنج وبتشوف على جسمك اللبس اللي انت عايزه من غير ما تروح للمحلات وكمان فيها حاجة اسمها فيتماب ودي بيتوريك اللبس ده هيبدايق عليك منين او واسع عليك منين وكمان LG عملت باب زكي الباب ده لما بيشوف وشك ويتعرف عليك وترفع ايدك قدامه بيقرأ الشرايين اللي في ايدك عشان يتأكد ان انت بيفتح لك الباب وكمان لما بيجيلك ديليفري على البيت وانت مش موجود اللي بيعمل ديليفري ممكن يسكن الكود الحاجة اللي انت عمل لها order وبيفتح له مكان عشان يحط فيها الحاجة ويتقفل عليها بامان عشان ما حدش يسرقها وكمان لو ديليفري ده فيه حاجة محتاجة انها تتحطي في تلاجة هو في تلاجة صغيرة بتتفتح وبيحط فيها الحاجة وطبعا اول ما بتروح وتفتح الباب بيجيلك notification في دهر الباب ان انت جالك الدليفري وطبعا الباب ده برضه بتقدر تتحكم ان انت تفتح او تشغل كل حاجة في البيت تعالوا نتكلم بقى عن سوني سوني اتكلمت باختصار عن البلاي ستيشن 5 هي ما وردت ناش الدزاين بتاعه عمر ازاي ولا الدراع بتاعه عمر ازاي هي وردتنا الأوفيشل لوجو بتاعه وكمان اتكلمت باختصار عن الامكانيات بتاعته يعني مثلا ان البلاي ستيشن من امكانياته 3D Audio وكمان الهارد اللي فيه Ultra High Speed SSD وده هيبقى اسرع بكتير من الهارد اللي عادي اللي موجود مثلا في ال PS4 Pro وقبل كده سوني كانت عملت كمبارزن عشان تباين لنا فرق السرعة بتاعت الهارد والسيستم ما بين ال PS5 وال PS4 Pro وفي الكمبارزن دي شغلت لعبة سبايدر مان وقت التحميل بتاع اللعبة على ال PS4 Pro كان 8 ثواني وقت تحميل اللعبة على ال PS5 كان اقل من ثانية وكمان اتكلمت عن ال Adaptive Trigger التكنولوجيا اللي هتكون موجودة في الدراع بتاع البلاي ستيشن 5 وده هتخلي قوة ال Vibration في الدراع بتختلف على حسب اللي بيحصل قدامك في اللعبة غير كده سوني قدمت لنا اكبر مفاجأة اللي مكانش حد يتوقحها ابدا من سوني سوني عملت عربية عربية فيها 33 سنسور فيها Audio 360 تسمعوا من اي حتة في العربية وفيها شاشة بعرض الطابلو ده غير الكاميرات اللي فيها وكاميرات بتبدل المرايات اللي في الجنب ولي في النص وطبعا الشاشات اللي بتشوف فيها مكان المرايات دون طبعا هي فكرة العربية دي مش ان سوني تقدم عربية تنزل لكن هي بتورينا مجموعة التكنولوجيا اللي عندها ممكن تبقى شكلها عامل ازاي لو تحطت في عربية لان سوني بتعمل كاميرات سوني بتعمل شاشات سوني بتعمل سماعات وسوني بتعمل سنسورز فهو بيوريك الحاجات دي كلها لما تتحط في عربية بتبقى عاملة ازاي وطبعا العربية دي ممكن تنزل قريب او ممكن ما تنزلش وبما اننا متكلم عن العربيات فاحنا لازم نتكلم عن عربية مورسيدس اللي قدمتها هي عربية ساهم في تصميمها المخرج جيمس كاميرون والعربية دي مبنية على اساس فيلم افاتار وطبعا عربية خيالية من كل حاجة فيها من الجنوت ومن الشكل ومن الانتيرير بتاعها ومن الظهر بتاعها هي عربية فعلا خيالية ومعتقدش انها تكون موجودة في اي وقت قريب لكن في عربية تسلا قدمتها من شهر تقريبا اسمها السايبر ترك والعربية دي فعلا مزهلة ودي عربية حقيقية ممكن تعملها بري أوردر دلوقتي وانا عملت عنها فيديو ان شاء الله هنزله قريب وعشان ما يفوتكوش الفيديو ما تنسوش تعملو سبسكرايب ولو عجبكو الفيديو عملو لايك وهسيب تحت في الديسكريبشن لينكس لكل حاجة انا اتكلمت عنها اشان لو حابين تتفرجوا عليها باي